لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذا كحرا فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سهل طريق السعادة للمسلمين ووعدهم بجزيل الجزاء في العادلة ويوم الدين إلهي ما مر ذكرك إلا وابتسمت له كأنك العيد والباقون أيام ما مر ذكرك إلا وابتسمت له أنت الحقيقة والباقون أوهام وأصلي وأسلم على عبده ورسوله ومن خصه الله بالحكمة والموعظة الحسنة ومن خصه الله بالحكمة وجوامع الكلم أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين أكمل برسالته الإيمان والإسلام وفضله على جميع الأنام أخاطر في محبتكم بروحي وأركب بحركم يما فيما وأسلك كل فج في هواكم وأشرب كأسكم لو كان سم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد المشاهدين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهياكم الله وبياكم ببرنامجكم الجديد حدث وحديث نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله ونطل عليكم في حلقة جديدة من بين أيام الحج والعج والثج نتكلم فيها عن موضوع مهم ألا وهو العمل وكيفية الثبات على هذا العمل وقبل أن نبدأ بحلقتنا أقول لحجاج بيت الله الحرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم حجكم وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ومن وافته المنية هناك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يصبر أهلهم وذويهم وينزل عليهم من الصبر والسلوان وإنا لله وإنا ليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم نبدأ حلقتنا بشيخنا الجليل المبارك شيخنا عمر حياكم الله وبياكم شيخنا حياك الله وبياك وارك الله فيك والأحب المشاهدين أكرمكم الله أحفظكم الله شيخنا شيخنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا مهم شيخنا أحيانا في ناس أعمالهم كثيرة العبرة ليست بكثرة العمل يعني الله سبحانه وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هناك أعمال كثيرة صدقات وصلوات وزكوات وإلى آخره يعني وصلت رحم ولكن هل هذه الأعمال يعني مقبولة عند الله سبحانه وتعالى يعني أخشى أن يطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة تصل نارا حامي شيخنا لو كلمتنا عن أهمية قبول العمل نعم نعم شيخنا فضل جزاك الله جزاك الله خيرا أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده على العرش استوى وعلى الملك احتوى لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجا صفاته وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بار البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الآحد الفرد القدير الأزلي الصامد البر المهيمن العلي علو وقهر وعلو والشان جل عن الأضداد والأعوال وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ما اختلف الليل مع النهار تبرأت من حولي وقوتي وطولي واعتصمت بحول الله وقوته فلا حول ولا قوة إلا بالله إلهي إني إليك مدى الأنفاس محتاج لو كان في مفرق الإكليل والتاج بارك الله فيك على هذا السؤال الطيب أهمية القبول والقبول بفتح القاف ويخطئ من يقول القبول لأنها بالضم هي جمع للقبل خلاف الدبر وأما القبول بالفتح أهمية القبول ورد عن بعضهم كان يقول من المقبول فنهنيه الذي يهنى من دخل إلى دار التهاني ودار الأماني قبله الله عز وجل من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه القبول وما أدرك ما القبول روى الترمذي في سنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم على قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل قالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبنى تصدق أولئك الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويصلون ويخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات فقال هنا الذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الجليلة النبيلة ولكن في قلبهم خوف وخجل ووجل أن الله عز وجل لا يقبل منهم يقول عبد الله بن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق ما منهم أحد يقول إني على إيمان جبريل وميكائل كلهم يخافون من النفاق قال أبو الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه يقول والله إذا استيقنت أن الله قد قبل مني صلاة واحدة اسمعوا أيها الأحباب الألباب إذا استيقنت أن الله قبل مني صلاة واحدة كان لي أحب من الدنيا وما فيها لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين إذا قبل الله منك فأنت من المتقين وهذا ورد عن علي رضي الله عنه كان يقول كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم للعمل فإن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين فإذا قبل الله منك كنت نقيا تقيا زكيا الله إذا شيخنا العمل يعني قبول العمل مهم جدا لأنه إذا ما حصل القبول يعني أعمال أصبحت سدى وهباء من ثورة شيخنا الآن بعد قبول العمل يعني شيخنا هناك يعني كثير ناس تعمل أعمال مثلا كيف يعرف أن هذه الأعمال قبلت يعني كيف أنه نحصل على قبول العمل هذا يعني كيف نستجلب ونستجذب قبول العمل وهذا سؤال عميق جدا طبعا يقول الله عز وجل كما افتتحت بالآية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فسرها أبو علي الفضيل بن عياض أقول اسمعوا أحبابي إلى الموفقين البصراء كيف فسرها قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا لم يقل أكثر عملا الله يريد حسن العمل لا كثرة العمل فسرها أبو علي الفضيل بن عياض قال أخلصه وأصوبه أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه وصوابا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان من أعظم الأحاديث في الإسلام أعظم الأحاديث في الإسلام حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال أهل العلم إنما الأعمال بالنيات هذا ميزان للأعمال الباطنة وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال هذا ميزان للأعمال الباطنة هناك من كان مخلصا في العمل ولكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود وهناك من كان منصيبا في العمل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بلا إخلاص وأيضا هذا غير مقبول شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه على ما سألت ما هي كيف أستجلب وأجذب القبول يقول أهل العلم أولا بالدعاء أن تطلب من الله عز وجل أن يتقبل منك ولهذا نحن ندعو لبعض نقول تقبل الله مني ومنك ولهذا قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أن تستمع العليم فأخذ منها العلماء أن من أسباب جذب القبول أن تكثر الدعاء فإن الله عز وجل كريم لطيف بعباده أيضا قال العلماء من أسباب استجذاب القبول الاستغفار وهذا له دليل كما قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات ماذا قال فإذا أفضتم من حيث أفاض الناس فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم قال العلماء لماذا طلب الاستغفار بعد هذه العبادة العظيمة قال وكأنك تستغفر أنك مذنب ومقصر وإذا شعرت بالاعتراف بأنك مذنب وأنك مقصر فإن الله يغدق عليك من العطاء ومن أعظم ما يغدق عليك هو القبول وإعلك فهمت أنك إذا خرجت من الصلاة استغفرت فإن أول ذكر بعد الصلاة أن تقول أستغفر الله أستغفر الله وكأنك أنت مذنب وأنت مقصر وأنت ضعيف وأنت متضاعف فإنك تطلب العون من الله أنزلك منزلة المذنب وكأنك تقول يا رب أنا فقير إلى عفوك وعطائك وفقير إلى مغفرتك أيضا من أسباب استجذاب القبول أن تتبع الطاعة بطاعة ولهذا فسروا فإذا فرغت فانصب قال بعضهم إذا فرغت من عبادة فاتخل في عبادة أخرى ولهذا قالوا قال أهل العلم من علامات القبول أن الله يهيئك ويؤسرك إلى عبادة بعد العبادة ولهذا قالوا الحسنة يعني الطاعة الحسنة تقول أختي أختي والمعصية تقول أختي أختي فإذا وفقت إلى عبادة ثم أحدثت العبادات بعدها فاعلم أن العبادة الأولى قد قبلت وهذا له شاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر هي الأعمال الصالحة فقالوا سبحان الله العبادات يأخذ بعضها برقاب بعض فلذلك قالوا الحسنة تقول أختي أختي والمعصية تقول أختي أختي فقالوا هذا من أسباب أن يجلب الإنسان القبول فإنه إذا قبل عند الله عز وجل فإن الله عز وجل قد أعطاه العطاء الواسع الكبير العظيم سبحان الله جميل شيخنا ذكرت ثلاث طرق أو ثلاث أشياء نعملها قد تستجلب لنا القبول العمل أولا هي الدعاء ثانيا الاستغفار وثالثا هو إتباع الطاعة بالطاعة شيخنا مسألة الطاعة يعني الاستغفار خاصة يعني أنه استغفر دائما يعني حتى ولو بعد العبادات يشعر دائما أنه مقصر يعني حتى لو شو ما قدم من العبادات دائما الإنسان مقصر حتى أنت ذكرتني بشيء سبحان الله حتى قالوا أيضا من أسباب جلب القبول أن تنزل نفسك منزلة المقصر نعم لما صدقاته للفقراء فقراء ولهذا فسروا قول الله عز وجل ولا تمن تستكثر قال لا تستكثر بعملك تدل على الناس وتعجب بعملك فإن المنة لله أولا الذي أقدرك على الطاعة والعمل من الذي أتى بك إلى المسجد ومن الذي أقدرك على الحج وأقدرك على الصيام وأقدرك على الزكاة هو الله فقالوا فلا تمن تستكثر أي قال لا تستكثر بعملك فتعجب قالوا لأن الإعجاب حجاب فإذا أنزلت نفسك منزلة المقصر المذنب فإن الله يعطيك هنا دائما عندنا مبحث يقولون عندنا العجب والرياء نعم يقول العلماء العجب والرياء قالوا الرياء من باب الإشراك من باب الإشراك مع الخلق والعجب من باب الإشراك مع النفس يا سلام فلذلك أنت أيها المرائي وسمى الرياء شرك أنت تشرك مع الله عز وجل بالخلق والعجب هو أن تشرك مع الله بنفسك فأنت عبدت نفسك ولهذا قالوا المتكبر لم يحقق إياك نعبد والمعجب لم يحقق إياك نستعين ولهذا سمى الإمام الشوكاني رحمه الله صاحب كتاب نيل الأوطار سمى العجب والرياء والحسد وحب المده سماها بالطواغيت الباطنة والأصنام المستورة الله جميل شيخنا سبحان الله يعني زي ما تفضلت شيخنا أنه ما حقق المسألة أنه يعجب بنفسه هنا بداية الخسارة يعني رأيت من اتخذ إلهه وهواه هنا المقتل النفس هي الإلهي التي يوجه ويغير في الإنسان وهنا بداية الخسارة شيخنا الآن نسأل عن الحج المبرور يعني الحاج من عناء دفع المال عناء تجهيز الفيزا مثلا إذا كان خارج السعودية بلاد الحرمين ركوب الباص إذا في الباص أو في الطائرة الاستراحات في الطريق يعني عناء من بداية إلى نهايته هل هذا يعطيك علامة أن هذا الحج مبرور وما هو الحج المبرور أحسنت كما يقال حولها ندندن الحج المبرور أولا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أقول أيها الحج يا من أكرمك الله بالحج وهي شعيرة من أعظم شعائر الإسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولهذا عبد Allah بن عمر بن العاص وقد كان داهية ذكية هو عمر بن العاص أو عبد الله بن عمر بن العاص نعم قال يوم جَعَلَ اللَّهُ الإسْلَامَ في قلبي جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك قال فبسط يده قال فقبطته اليده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمر؟ قلت يا رسول الله لا بد أن أشترط قال كان ذكيا يعرف من ينتقل الكتف ينظر إلى مآلات الأشياء قال وماذا تشترط قال أشترط أن يغفر الله لي قال يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله الآن ما معنى الحج المبرور أولاد جديدة وقل لحبتي ما معنى الحج المبرور المبرور يعني المقبول قالوا ولا يكون الحج مقبولا إلا بشرط أولا قال الحج المبرور ما كان خالصا لله جل جلاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حجة لا رياء ولا سمعة لا رياء ولا سمعة إذن قالوا أولا الحج المبرور ما كان خالصاً لوجه الله قال الضابط الثاني ما كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم فأنت إذا حججت مخلصاً لله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان الحج مبرور والمعنى الثالث لمعنى الحج المبرور قالوا هو الحج الذي لا يخالطه إثم ولا مأثم وكان المال حلالا هذا مهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا اسمع إلى هذه القصة أظن حكاها الحافظ بن رجب رحمه الله قال خرج قوم من الكوفة إلى حج بيت الله الحرام قال ومعهم رجل في الطريق مات في طريق مكة فحفروا له ودفنوه ونسيوا معه ونسوا الفأس في قبره قال ولما رجعوا من الحج تذكروا فجوا إلى قبره فحفروا القبر حتى يأخذ الفأس فوجدوه قد اشتعل عليه نارا جمر حمراء فخافوا وأرجعوا التراب عليه فلما رجعوا إلى بلدي سألوا ما قصة فلان فقالوا إن هذا الرجل صحب رجلا فتحايل عليه فأخذ منه المال بهتانا وظلما فكان يغزو ويحج بيت الله عز وجل بهذا المال الحرام لهذا قال الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور يعني ليس كل يعني بعض الناس ما حجت إلا السيارات والحافلات ما حجت إلا الأمتعة هو ماله حرام ماله من الربا إذا حججت بمال أصله سحت حرام فما حججت ولكن حجت العير ويقاس عليها حجة السيارات وحجة الحافلات ولم يحج قالوا لم يكن الحج مبرورا لأنه اشترطوا أن يكون المال حلالا بعضهم قال أيضا من سمات الحج المبرور أن يكون فيه تسليم لأمر الله ولو لم تعلم الحكمة لأن بعض الناس يقول لماذا الطواف طيب رمي الجمرات ما الحكمة من رمي الجمرات المبيت بمزدليفة ما الحكمة من الوقوف على عرفة تجد دائما أن الحج فيه رموز فيه مرموزات وفيه أشياء ربما لا تظهر الحكمة لبعض الناس ولهذا قال عمر بالخطاب الملهم فاروق هذه الأمة مكسر الإمبراطوريات عمر بالخطاب قصر قيصر وكسر قسر حلف الزمان لا يأتين بمثله إن الزمان بمثله لبخير رضي الله عن الفاروق الملهم المحدث قال وقف عند الحجر وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قال وانظر هنا اتباع ولولم يعلم الحكمة حتى يكون الحج مبرورا أيضا قال بعضهم هذا معنى لطيف أخذه من المعنى اللغوي قال الحج المبرور ما كان فيه أعمال بر ما كان فيه أخلاقيات تعرف دائما الحاج صاحب الأخلاق هو الذي ظهرت أخلاقه في التعامل مع الناس أنت تعلم أن الحج فيه الصبر في الإزدحام في الاحتكاك مع الناس فلابد من الأخلاقيات فقالوا هنا الحج المبرور الحج الذي فيه أفعال البر ظهرت الأخلاقيات في التعامل مع البر وبعضهم لما سئل ورد في الحديث قال وما بر الحج يا رسول الله هنا الشاهد قال اطعام الطعام وإفشاء السلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث يرفث يعني الكلام البذيء دواعي الجماع والكلام الخاص مع الزوجة يسمى الرفض يعني لم يتكلم بكلام بذيء على الناس من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه قال لأن الحج أصبح الحج مقبولا مبرورا بسبب هذه الأخلاق ولهذا بعضهم سئل قيل لهم الحج المبرور قال العج والثج وكانه يتكلم عن أنه أتى بالفرائض والسنن فقالوا أما العج فهي رفع الصوت بالتلبية وأما الثج فهو النحر كثرة النحر وسيلان الدماء قالوا هذا يسمى الثج فقالوا ما أدى أو ما كان فيه العج وما كان فيه الثج فقالوا هنا الحج المبرور ما كانت فيه الأخلاقية ترى حسن الخلق أمر سهل صحيح كما قال ابن عمر قال ابن عمر إن حسن الخلق وإن البر شيء هين وجه طلق وكلام لي هذا هو البر وأيضا أختم قال بعضهم من علامات الحج المبرور أن تكون بعد الحج أفضل مما كنت قبل الحج فإذا زادت أعمالك وزاد برك وزادت أخلاقك بعد الحج فاعلم أن الحج كان مقبولا مبرورا ولهذا قال الحسن البصر رحمه الله كلمة عميقة أختم بها قال الحج المبرور ما كان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة يعني إذا رجعت أيها الحاج إلى بيتك وإلى رحالك كنت زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فاعلم أن الحج كان مبرورا كان مقبولا عند الله عز وجل وأقول كما ثبت عن ابن عمر لمن رجع إلى بيتي سالما غانما ورد في سنن سعيد بن منصور أن ابن عمر كان يهني الحاج فيقول تقبل الله نسكك وأعظم الله أجرك وأخلف الله نفقتك اللهم آمين يعني شيخ نمو ذكرت تقريبا سبع نقاط هذه السبعة الشيخ لابد من كل حاج يعني يكتبها قدامه ويبدأ يتشك عليها ويتشك عليها واحد وتلو الأخرى يعني أولا هل هو خالصا لله ثانيا هل فيه متابعة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا مناسككم عني أو وصلوا كما رأيتمون وصل لي لا يخلطه إثم من مال طيب مال حلال فيه تسليم لأمر الله لا يعني لا يسأل عن أشياء تبدأ له تسؤه ما كان فيه يعني أعمال البر هل فيه أعمال البر أيضا أن يكون بعد الحج أفضل مما قبل الحج يعني هل أثمر الحج هل أثمر الحج عليه هل أصبحت أخلاقه طيبة يعني أفضل مما قبل الحج وأخيرا يعني يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخر هذا خلاصة ما ذكرت شيخنا نعم شيخنا سؤال آخر لأن قال نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث قال ألا وإنه في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب ذكر النية وهي النية الصالح النية الخالصة لله تزرع في قلب صالح فتستمر على الجوارح والأركان هنا يظهر العمل بكامل شروطه وأركان شيخنا الآن كيف أعرف أن يعني شرط الإخلاص في الحج كيف يكون الحج خالصا لله سبحانه الله يعني أنت سألت عن سؤال عظيم يجب أن يتحقق في كل عمل لله نعم إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صواب تعرف الحج شيء عظيم أول شيء شرف الزمان والمكان يقول العلماء يوم ما قسموا العبادات قالوا هناك عبادات بدنية مثل الصلاة والصياد وهناك عبادات مالية مثل الصدق والزكاة قالوا هناك عبادات مشتركة مثل الحج فالحج هو عبادة بدنية وعبادة مالية اشترط فيه الاستطاع نعم إذن هو اشترك البدن والمال اشترك القلب والجيد في هذه العبادة العظيمة تعرف أن تأتي وتلتقي بالعالم هناك ويحقق هو مؤتمر إسلامي يجمع جمع أهل الإسلام من كل حذب وصوب لم يكن بينهم حدود ولا سدود لباسهم واحد الأبيض قلوبهم واحدة تلبيتهم واحدة شعارهم واحد مناسكهم واحدة يدعون ربا واحدا ويتبعون مناسك واحدة إذن هو هو يشعر بالوحدة يشعر هذا التوحيد الذي قاد إلى التوحيد وجمع الناس تعرف شيء عظيم الناس ينظرون دائما إلى من يأتي من أتى من الحج ينظرون إلى نظرة إعجاب وإلى نظرة عظيمة أنه أدى هذا المنسك العظيم أتى مكة تعرف لماذا سميت مكة بهذا الاسم؟ قال العلماء سميت مكة لأنها تمتص أوزار الطائفين والزائرين والحجين قالوا منه في لغة العرب مكة الفصيل ضرع أمه مكة يعني مصة وانت تتخيل وهم يطفون كيف امتصت الذنوب ذنوب الزائرين والحاجين والعاكفين وقالوا بكة لأنها بكت أعناق الجبابرة تقول بكة بمعنى ضرب عنقه فمن أراد البيت بسوء بكه الله عز وجل كما فعل أبره الأشرم يوم أراد البيت بسوء فأرسل عليه طيرا أبابي قلنا هناك شاهدوا شواهد ومشاهد العبودية من مقامات المحبة والصبر والمراقبة وكله تعب لله عز وجل إذن الآن يدخل الشيطان يوم قدمت المال وقدمت النفس وقدمت كل شيء يدخل الشيطان ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي هنا الشهد قال جهاد في سبيل الله قيل ثم أي قال حج مبرور قال العلماء جمعه مع الجهاد في سبيل الله لأنه جهاد أنت تجاهد النفس وتجاهد الهواء والشيطان وتجاهد الناس وتصبر على الأواء الناس وتصبر على الأذى والإذاء وتصبر على وقد فرقت الولدان وفرقت الأوطان وفرعت كل شيء هنا قادنا إلى سر ذكره القرافي رحمه الله من علماء المالكية قال لماذا قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله قال لماذا نصص هنا بهذه اللام أنا أسميها لام الإخلاص مثلا تجد وأقيم الصلاة وآت الزكاة لم يقل لله قال لماذا نصص في آية الحج والعمرة على بيان الوجهة وأقيم الحج والعمرة لله قالوا لأن فيه مشقة ظاهرة ولأنه أكثر المناسك فيها أمور ظاهرة وفيها نوع من الرياء والظهور دفع المال وسافر وادعه الناس الآن تجد مع مواقع التواصل الاجتماعي هناك تصوير وهناك إظهار لهذه الشعيرة فإن الشيطان يدخل على الإنسان من هذا فنصص على لام الإخلاص قال وأتم الحج والعمرة لله خالصة لله جل أجل قال لأنها شعيرة ظاهرة وهذه ظاهرة أنت ترى كل شيء ولهذا قال بشر الحافي شيخ الورع والزهد كان يقول الصدق خير من الحج والعمرة طبعا النافلة الصدق خير من الحج والعمرة النافلة قيل له لماذا قال فإنه يحج ويعتمر فيراه الناس يركب ويرجع وإن الذي يتصدق لا يراه إلا الله هنا وأتم الحج والعمرة لله ولهذا كما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء ولا سمعة خصص النبي هذا المعنى وقيده لأنه به تسميع فلان حج إلى بيت الله وفيه مرآة قالوا التسميع لأنه يسمع والمرآة لأنه يرى من الرؤية ولهذا قالوا الإخلاص ما هو قالوا تصفية الفعل من ملاحظة المخلوق ولهذا قال هنا لابد من الإخلاص حتى يقبل سؤل بعض الحذاق هذا سؤال عميق وأقول لأحبة المشاهدين تخيل كيف بعض أهل التوفيق ينظرون إلى الأشياء من زاوية أخرى لماذا مكة كانت بين جبال سوداء قاحلة ماحلة بواد غير ذي زر عند بيت الله المحظم لماذا لا يوجد عندها في مكة بساتين غلباء وغناء لماذا لا يوجد عندها شلالات لماذا لا يوجد عندها بساتين وحدائق وبساتين يقول بعض العلماء المعاصرين لما سئل هذا السؤال قال حتى يحفظ الله نيتك لأنه لو كان عندها شلالات وبساتين لفسدت النيات فإنك تقول أذهب أترفه أتنزه أنظر ثم أحج إلى بيت الله جعلها بواد غير ذي زرع حتى تقصد بيته المحرم عبادة وإخلاصا وقربا لله فإنك تركت كل شيء وتجردت من كل شيء إلى الله لاحظ معنى التجريد ما معنى أن تلبس غير المخيط ما المعنى قالوا تجريد تجريد المال من المال الحرام وتجريد القلب من غير الله وتجريد البدن من المخيط وتجريد قالوا إحسان الطوية قبل امتطاء المطية وتحسين النية وأنك ذاهب إلى الله عز وجل وأنك مهاجر إلى الله وتستشعر سورة الموت وأنك تلبس الكفن الأبيض الذي يكفن به الجسم وأنك تركت الأوطان والولدان وتركت البيت والأهل وهاجرت إلى الله وسافرت صورة مصغرة أنك هجرت الدنيا إلى عالم آخر هنا معنى جميل جدا ومعنى قريب لمعنى الإخلاص بالحج لاحظ أختم بهذا المعنى حتى التلبية في حديث مسلم الطويل حديث جابر قالوا أجمع حديث في الحج ما رواه مسلم من حديث جابر وصف كل وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قال قال وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالوا التلبية سمى التلبية توحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك قالوا هنا التوحيد معناها لا إله إلا الله قالوا معنى كلمة التلبية لا إله إلا الله من لطيف ما يذكر منين أخذت التلبية تقول لبيك قال العلماء أخذت إما من ألب بالمكان بمعنى أقام وكأنك تقول إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة في طاعتك يا رب تقول ألب بالمكان بمعنى أقام وقيل أخذ من لب الشيء ولب الشيء هو خالصه ولبابه ونقاوته وصفاءه وكأنك تقول يا رب لبي وقلبي وصفائي وإخلاصي لك وكان تقول إخلاصا بعد إخلاص لبيك اللهم لبيك تقول إخلاصا بعد إخلاص وقيل مأخوذ من المواجهة تقول العرب داري تلب بدارك تلب يعني تواجهها ومعنى لبيك أي يا رب توجهي وقصدي وحجي إليك فأنا ما معنى الإنسان أن تكون وقفا لله جل جل أن تجرد نفسك تجرد القلب من غير الله كما جردت البدن من المخيط تتجرد من كل شيء سبحان الله وكأنك أنت عبد ذليل متوجه قاصد إلى الله بالإخلاص وصدق التوجه ولهذا حتى في كل الأعمال يعني حتى وهو في نحر الإبل طلب هذا المعنى إن سمحت لي قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الحج البدن البدن هي الإبل قالوا من حيث اللغة تطلق على الإبل ويدخل فيها البقر قالوا من حيث الشرع دخل بها البقر مع أن البدن ابتداء تطلق على الإبل قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله تعرف شعر؟ الشعار الأمور الظاهرة كان يؤتى بالإبل الهدي فتشعر يعني تجرح السنان فيسلت الدم فمن رآها علم أنها من الهدايا ومن الهدي وكان يؤتى بالغنم ما كانت تعد للهدي والذبح فكانت تقلد بالقلائد وذكر الله عز وجل هدية والقلائد التي قلدت بالقلادة أي لا يقرب منها أحد هذه خالصة لله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير قالوا خير في الذبائح أطعام الفقير المسكين في الهدي في النسق لكم فيها خير ماذا قال الله عز وجل قال فاذكر اسم الله عليها صواف انظر إلى هذه الآية نقرأها في سورة الحج هو يصف الحالة كيف اصطفت وكيف طريقة النحر اذكر اسم الله عليها صواف قال أن تعقل يدها اليسرى قائمة على ثلاثة في هذه الصورة وقد ذكر اسم الله عليها بالنحر قالوا هذا معنى صواف نعم قالوا فإذا وجبت جنوبها تخيّن نحرت وهي بدينة فوقعت فلها وجبة والوجبة هي الشيء الصوت الكبير ضخم فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنوبها وجبت وسمي الواجب واجب لأنه سقط عليك مثل واجب الصلاة واجب الزكاة نعم فإذا وجبت جنوبها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَلْ وَأَطْعِمُوا الْقَانِحَ وَالْمُعْتَرْ قال كُلُوا مِنْهَا هذا أمر إباحة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لأمر الله وإجابة لأمر الله نحر مرة مئة من الإبل وأمر أن يؤخذ من كل إبل من كل ناقة قطعة فطبخت فأكل منها جميعا أراد أن لا يخالف أمر الله فاكلوا منها وأطعموا القانع قال القانع إما الذي لا يسأل من القناعة والمعتر قال الذي يسأل وقال بعضهم القانع من القنوع وهو الذي يتذلل بالسؤال قال والمعتر الذي يطلب بالحال قال يأتي إليك وأنت تذبح قال فلا يطلب صراحة لكن يتعرض إليك بحال الفقر فقال الله عز وجل فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ماذا قال بعدها هنا الشهد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اسمح لي أن أتكلم أن هذه الآية تتكلم عن طرائق البشر في تقديم القرابين كيف كانت البشر تقدم القرابين إلى الآلهة المزعومة قالوا منهم ماذا كان يفعل كان يقرب القرابين ويذبح الذباء عند الأصنام ويتركها لا يستفيد منها أحد هناك بعض الأمم الوثنية كاليونان قالوا كان يأتون بالقرابين فتذبح ثم تحرق يزعمون أن الآلهة تشم رائحة شواء هذه القرابين أهل النيل أو أهل مصر كانوا دائما يأتون بهذه القرابين فتلقى بالنيل تأكلها التماسيح يقولون هذه مقدسة وبعض الجاهلية كانوا يأتون بالدماء دماء القرابين قال فتوضع على الآلهة ترش على الآلهة قربان لهذه الآلهة ولهذا من اللطيف ما يذكر وهو في كتب السيرة فلما قالوا هناك صنم اسمه سعد قال وكانت تذبح الزباح والقرابين قال وتوضع عليه الدم فجاء أحدهم بإبله أراد أن يباركها عند هذا الصنم فلما جاءت ورأت الدم يتقاطر من هذا الصنم خافت فنفرت وتشتتت فماذا قال الشاعر قال أتينا إلى سعد ليجمع بيننا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد الله لذلك الآن فهمنا الآية لن ينال الله لحومها لدينا الله لا يحتاجها للدماء غني أنت الفقير إلى ربك الغني صحيح لن ينال الله دماؤها ولا لحومها لكن يناله تقوى منكم التقوى التي تشعرها بقلبك والتقوى التي تنالها من هذه الشعيرة العظيمة صحيح لا ينال الله لحومها ولا دماؤها لقال فاكلوا منها يعني انتلب حاجتها أحسنت فاكلوا منها سبحان الله يعني شيخنا تكلمت عن مسألة الرياء الظهور في الحج يعني الحج زي ما تفضلت شيخنا كله شعائر يعني مثلا مثل ما أنه يجرح سنام الناقة شعيرة هذه يعني شعيرة ظاهرة وبيننا هذه أصبحت يعني وقف لله سبحانه وتعالى والقلاة فكذلك الحج يعني لباسه وجميع الشعائر التي يعني يتحرك فيها مظاهرة وشعار وبادية سبحان الله يعني شيخ إذا ما تحقق إذا ما تحقق فيها شرط الإخلاص يعني خسارة ما بعدها خسارة يعني من أبدع وكأن الله سبحانه وتعالى دربنا في رمضان الصيام لي وأنا أجزبه صحيح دربنا في رمضان على الإخلاص الخالص لله سبحانه وتعالى ثم نطبق في الحج فمن أبدع هناك سيبدع يعني يعني مشكلة يا شيخ مهر بدفع الألفات بالأخير وبتعب بالحر الآن بالصيف ولاحظ الزحام والازدحام والعناء والبشر صحيح ومع دفع الأموال ومفارقة الأحباب ومفارقة الأصحاب والزوجة وربما لا يعود وقد أفسد النية الله مستعب ولهذا قالوا عمل المرائي بصل كلها قشور وأما الإخلاص مسكن في القلب يدل على حامله الله جميل جميل أحسن الله إليك شيخ مهر وإليك شيخ مهر سؤال آخر الآن حصلنا كثير من الطاعات حجينا والحمد لله يعني إن شاء الله ضمن الشروط وضمن الأشياء يعني إن شاء الله أنه مقبول يعني ولا يعني نتألى على الله الصلاة الزكاة الأعمال صلة الرحم يعني أعمال كثيرة شيخنا كيف يعني الله سبحانه تعالى قال يعني ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وعب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهب وكثير النبي عليه السلام ما كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك شيخنا كيف نثبت على الطاعة نعم شيخنا يعني هذا كما يقال هو أنت وضعت المقصل على المفصل كيف نثبت أتعرف أننا نطلب هذا الثبات في كل صلاة عندما نقرأ قول الله عز وجل إهدنا الصراط المستقيم قالوا الهداية هنا بمعنى ثبتنا على طريق الصراط المستقيم لماذا أنت تطلب الهداية في كل ركعة أنت تخاف على هذا القلب أن يتقلب ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويلي أتعرف أيها الحبيب لماذا سمي القلب قلبا لأنه يتقلب ولهذا عندما تقول إهدنا الصراط المستقيم بمعنى ثبتني حتى أموت على هذا الصراط المستقيم وهذا في نهاية الأمر هذا في كل حياتك إهدنا الصراط المستقيم في نهاية الأمر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا وكأن الاستقامة هي المرحلة الأخيرة للإنسان ترشوا على الاستقامة الثبات قالوا قالوا عمل بلا فتور وتوبى بلا إصرار على الذنوب المعاصي وعزم وسير إلى الله محاربة الجنود الأربعة وهي النفس والشيطان والهوى والدنيا إني بليت بأربع يرمينني بالقوس من نبل لها توتيره إبليسه والدنيا ونفسي والهوى يا ربي أنت على الخلاص قديره هذا معنى الاستقامة الاستقامة أن تحارب الجنود الأربعة النفس والشيطان والدنيا والهوى هذا معنى الاستقامة يوم حقق الاستقامة وثبت عليها قالوا كاستقامة الرأس على الجسد واستقامة وبقاء السنبل على ساقها قال نزلت عليك الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قال لأنه حقق الاستقامة ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول استقيموا ولا ترور وغان الثعلب الاستقامة أمر صحب أنت تسبح ضد تيار النفس تعلم شو عن الاستقامة تسبح ضد تيار النفس النفس تريد الشهوات أنت تسبح ضد هذا التيار كل من يسبح ضد التيار يكون جاهدا متعبا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها قالوا الذي شيبه قول الله عز وجل في سورة هود فاستقم كما أمرت لم يقل كما رغبت كما هويت كما أردت أي كما أمرت أي من قبل الله قالوا الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله طالبه بالاستقامة كما أمر يعني أن يطبق هذا الدين بحذفوره وحذفيره من جميع الجوانب من جميع الجوانب هذا معا الاستقام ولهذا قالت أمنا الطيبة الطاهرة أم سلامة رضي الله عنها قيل لها ما أكثر ما أكثر دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثروا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم سلامة ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن من شاء أقام ومن شاء أزق القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء ولهذا يقول المقداد بن الأسود لا أقول في رجل خيرا أو شرا حتى أرى حتى أنظر ما يختم الله له فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقلب لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غلايانا تخيل القدر عندما تغلي يتقلب الأسفل يظهر إلى السطح تخيل هذا القدر قال ينقلب أكثر انقلابا من القدر إذا استجمعت غلايانا وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام كان يقول مثل قلب ابن آدم كمثل الريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن أنا شاهدت هذه الصورة ريشة طائر تعلقت بأصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن قال وكذا هذه القلوب الله أكبر ولاحظ يعني قالوا من يأمن البلاء بعد إبراهيم التوحيد الله الذي حطم الأصنام بيده وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي ينبغي لكل أحد أن يخاف بعد إبراهيم من يأمن البلاء بعد إبراهيم قالوا تخيل حطم الأصنام بيده حطمها وخاف أن يعبدها قال واجنبني وبني أن نعبد الأسنان فقالوا يطلب الإنسان الثبات ولا يكن كخرقاء مكة لا يكن كخرقاء مكة ريطة بنت سعد ضربها الله مثلا في سورة النحل امرأة حمقاء كانت تغزل الصوف فإذا اكتمل الصوف أخذته ففرته ونكثت ونقضت العمل فقال الله عز وجل ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة ضرب الله عز وجل مثلا لمن أصابه الحور بعد الكور كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وعوذ بك من الحور بعد الكور قالوا الحور بعد الكور أي النقصان بعد الكمال نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الرجوع بعد الطلور فقال كثير من الناس يبني بناء حسنا وبيتا جميلا يهدمه بالريأ يلبس ثوبا جميلا من الطاعات يهدمه بالريأ مثلا بعضهم يحجلي وقال حاج تخيل أنه أضاع هذه المناسك وهذا التعب وهذه الأموال التي ضاعت حتى يقال وقد قيل ولم يستفد شيئا بل زاد إثما بل زاد إثما تركه الله عز وجل وشركه يعني أنت من ترأي ترأي هذا الإنسان الذي خلق من ماء مهين تجعله مع رب العالمين أنت من ترأي ترأي من ترأي هذا الذي خلق من تراب تجعله مع الملك الوهاب فقالوا هنا المعنى إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا فقالوا المخلص كالماشي على الرمل ترى أثره ولا تسمع صوته ولهذا سبحان الله قالوا هذا المخلص أعماله خالصة لله الله يظهرها لكن هو ما أراد أن يظهرها هو جعل العمل خالصا لله هو طلب الأجر من الله لم يطلب الأجر من المس صحيح الموضوع مهم وتبقى معنا يمكن دقيقتين شيخنا الله يكرمك يعني لو أعطتنا شيخنا فائدة عن ختم الأعمال بالذكر يعني بعد العبادات دائما في ذكر شو السر الشيخ وكانه أراد أن يقول ليست العبادات كالفاكهة موسمية بل العبادات في كل حين وأنه وإن تهت المواسم فإن ذكر الله في كل موسم وأن الله عز وجل ما شرع العبادات إلا ليذكر وأقم الصلاة لذكري قال أي لتتذكرني بها موسى طلب أخاه هارون لماذا قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بل ما شرعت العبادات إلا لذكر الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروى من أجل ذكر الله وكأنه يقول إن انتهت المواسم فإن ذكر الله باق الذكر قالوا هو العبادة الوحيدة التي تبقى مع الإنسان حتى في الجنة حتى تكون مع الله وحتى تخرج من دائرة الغفلة إلى دائرة اليقظة قالوا هذا الذكر الذي يجعلك دائما يقظا قال ابن عباس الشيطان جاثم على القلب فإذا غفل الإنسان وسوس الشيطان وإذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان معنى خنس بمعنى أنه اختفى وذهب فإن الذكر هو الحصن الحصين الذي يحمي الإنسان من الشيطان ولهذا قالوا اتفق العقلاء أن القلوب تصدأ كالحديد وتضمى كالذرع وتجف كالذرع فلا بد لها من صقل ومري ومن عطاء قالوا وعطاؤها وقوتها وقوتها هو ذكر الله عز وجل الذي لا ينتهي يعني العبادات ليست مثل الفاكهة موسمية أنت تعبد الله عز وجل في كل حين في كل لحظة فجعل الذكر دائم لأنه سهل على الإنسان أيسر العبادات والذكر نعم فالعبادات إن وقتت بمواقيت وأزمان فالذكر لا يوقت بميقات ولا زمان فيبقى سهلا دائم الذكر مع الله عز وجل جزاك الله خير شيخ مبارك الله فيك نسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذاكرين اللهم أمين وينتقبل مننا ومنكم أجمعين ومن إخوانا مشاهدين جميعا فجزاكم الله عنا كل خير أن أديتم زكاة وقتكم ولكم من شيخنا ومني ومن فريق البرنامج أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليست دينك ما تخشاه ذا ممنوع ذا كحرا فالإسلام جميل حقا